أقف عند جزء حضرتك اتكلمت فيه مع الولاد في الكلمة بتاعت حضرتك إنك لحد دلوقتي بتذاكر أكتر منه حضرتك قلت الطالب هذه الجملة ليه بتذاكر لحد دلوقتي ده دي جملة غريبة قبل لا لا بالعكس أنا بذاكر أنا مش بس أنا بقراش كتب أنا بذاكر حقيقة يعني أنا باعتبرها مذاكرة وبكتب ملاحظات عشان أرجع لها تاني ولو فيه كلمة أنا مرة مرتها عليها لأنا بقرى حاجات بالعرب والإنجليز والألمان أنا بتكلم تألماني لما روحت الشغل تاني فلما ألاقي كلمة لسه مش عايب المعنى الحقيقي بتاعها إيه أروح كاتب فورا أجنب كده عشان أروح القموس وأعمل كذا لأنه أنا إما كانش الواحد بيعطي بعض من وقته ليه جمع علم جديد يبقى الوقته ضايع صحيح وقته ضايع صحيح فلازم الواحد يذاكر صحيح مش بس يرى يعني أنا برش